شكرا زميلي ريدا بن نيس انت شوطة الاول بنتيجة السلب سافر المثله معي زكريا اللي لعب فريق الودادة البيضوي وابن مدرسة الودادة البيضوي زكريا بالنسبة لهذه المباراة نتحدث كذلك عن شوطة الاول لكن قبل ذلك ماذا خلفت مباراة الفتحة الربطي بالنسبة لكم ماذا تم تحديد المستوى النفسي او الجانب البدني او اشياء اخرى فهي فريق يكون خارج من الخسارة فكتكون عليه ضغوط من الجمهور ضغوط من المكتب مسير فالمدريب قرزيته اصر على الجانب النفسي وانهو يعطي فرصة للاعيبين وانهو يخرجوا من الدغط هذا فالحمد لله اللاعبين نسوا بشكل تلقائي مباراة الفتح فدخلوا في مباراة المغرفاسي فالحمد لله كما يشوف الجميع كانت فوراد اعيام من فريق الودادة البيضوي كنا قراب من السجيل الحمد لله كنا قادين وصلوا البوتو تلسة دولار باطل المراج فهذا يمو بشير بالخير وانشاء الله في الشهو تاني يكونوا احسن انشاء الله اتحدث عن اعطاء اشارة ايجابية بالنسبة لهذا المدريب كدلك بالنسبة لللاعبين الشباب ابناء المدرسة لانه لابد ان نرى لعبين من ابناء الفريق يعني ماذا تمثل لك هذه المرة التانية التي تكون فيها ضمن الفريق الرسمي الفريق الاول هذا الشرف كبير فالفريق الوداد بداوي فريق كبير فاي واحد شاب غذي تكون فيك كما قلوا مع الكيب بريمير فغيكون بأنه شرف كبير انه يلعب في ان شاء الله يلعب في المقابلة فهذا الشرف الحمد لله المدريب كرزيتوك يعتمد على اللاعب الشباب فكين لاعبين الآن جميع الاحتياط اللاعبين الاحتياط فهم الأكثر من لاعبين الشباب فهذا بيبشر بالخير وفريق الوداد بداوي عنده شبان يعني يقدروا اعتمدوا عليه في الكيب بريمير إن شاء الله هذا هو المراد شكرا زكريا ليلالي إذن كما نقول لأن رسالة زكريا ليلالي واضحة بكل المعنى لجميع الفرق الوطنية لابد أن نعطي الكلمة كذلك للشبان مرة أخرى زميلي ريد بن نيس إليك الكلمة والبلاطو التحليلي